اليونان تناقش أول ميزانية تبعث على التفاؤل منذ سنوات الركود الست مشروع الموازنة الذي يناقشه البرلمان يستهدف فائضاً في الميزانية بنسبة 1 مئوية من الناتج القومي العام القادم وعجزاً حكومياً بنسبة 2 و4 مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 مسودة الميزانية تتوقع نمواً بنسبة 0.6% في العام المقبل بفضل انتعاش الاستثمار والصادرات بما في ذلك السياحة ومعدل بطالة يعدل 26% على أن يبقى الدين العام عند المستوى القياسي نائب وزير الاقتصاد اليوناني لا يخفي التفاؤل المواطنون قدموا تضحيات هائلة سواء من حيث التكيف المالي وكذلك مستويات المعيشة ابتداء من هذا العام بدأت هذه التضحيات تثمر الاقتصاد اليوناني يتوقع أن يخرج من الركود الطويل بسبب انتعاش الاستثمارات وتعزيز الصادرات في المقام الأول بعد استبعادها من الأسواق المالية منذ 2010 ظلت اليونان تقف على قدميها فقط بفضل 240 مليار من المساعدات القادمة من صندوق النقد الدولي ومن الاتحاد الأوروبي حيث عادت إلى أساس مالي أكثر استقراراً في 2012 على الرغم من توقع طلبها استدانة المزيد من المال لدعم اقتصاد البلاد ترجمة نانسي قنقر